بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهداه وعمل بسنة إلى أم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال الإنسان الكافر مع الله تبارك وتعالى وأنه يدعوه في وقت الضر ثم إذا كشف الله تبارك وتعالى عنه الضر نسي دعاه لله تبارك وتعالى ونسب الفضل والإحسان وإزالت هذا الضر إلى غير الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وإذا مس الإنسان أي هذا الكافر العنيض ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله أي بدعوته إلى هذا الشرك والكفر كان يفتخر بنفسه أو بأن الذي كشف عنه الضر هذه هو آلهته ومن يرجو منهم الخير غير الله تبارك وتعالى قال جل وعلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار هذا الإنسان الكافر أم من هو أم هذا الإنسان المؤمن يعني أحال هذا وانظر حال هذا أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قانت قائم مطيع متوفر مجموع بهمته وقلبه ووجهته إلى الله تبارك وتعالى وهذا كله من معاني القنوت من معاني القنوت أم من هو قانت آناء الليل أحين الليل كلها في أوله في وسطه في آخره ساجدا وقائما يعني أن هذا حاله حال كونه ساجدا لله وقائما يحذر الآخرة كل هذا قيامه بالصلاة وتحينه لأوقات الليل أوقات وجود الناس وغفلتهم أما هو ذاكر لربه سبحانه وتعالى يرجو رحمة يحذر الآخرة خايف من الآخرة خايف من عقوبة الله تبارك وتعالى في الآخرة ويرجو رحمة ربه فيما عند الله تبارك وتعالى من البر والإحسان من جنته ورضوانه سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون اللي هو هذا المؤمن الخائف من ربه تبارك وتعالى الراجي فضله وإحسانه القائم بهذه العبادة القانت القائم بصلاة ساجدا وقائما في أحيين الليل هذا هو الذي يعلم والذين لا يعلمون هذا الغافل الناسي الذي يدعو الله تبارك وتعالى في حال شدة ثم إذا ذهبت هذه الشدة انتهى دعاءه لله تبارك وتعالى ونسب الفضل والإحسان لغيره قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر تذكر هذا يعني يعي و يستحضر هذه المعاني وتفيده فيتوجه التوجه الصحيح أولو الألباب أهل العقول العقل هو اللب اللب داخل الإنسان وعقل الإنسان هو لبه داخله قلبه فهذا أولو الألباب أهل العقول هم الذين يعني يستفيدون ويتذكرون أما من لا لب له من لا عقل له من لا قلب له يفقه ويفهم فكيف يتذكر ثم قال جل وعلا قل يا عباد اللذين آمنوا اتقوا ربكم توجه بعد ذلك بعد بيان حال الكفار قال الله تبارك وتعالى وجهنا يعني الخطاب لأهل الإيمان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد يا عباد الذين آمنوا عباد الله تبارك وتعالى عباد الرب جل وعلا يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم خافوا اتقوا ربكم خافوا اجعلوا وقايا بينكم وبين عذابه سبحانه وتعالى فتقوى الله أن تجعل بينك وبين عقوبته حاجز يمنعك ولا حاجز لك من عقوبة الرب تبارك وتعالى إلا بطاعته والإيمان به سبحانه وتعالى فهذا هو الذي ينجيك من عقوبة الرب تبارك وتعالى أن تؤمن به وأن تطيعه جل وعلا اتقوا ربكم خافوا الله تبارك وتعالى خوفا يحملكم على أن تجعلوا بينكم وبين عقوبته حماية لكم من عقوبته للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن هذا يبشر الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا فعلوا الإحسان ولا يكون الإنسان محسن إلا بالإيمان بربه سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره هذا هو الإحسان ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا أحسنوا عملا هذا هو المخلصين في عملهم لله تبارك وتعالى السائرين على صراطه المستقيم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يجازيهم الله تبارك وتعالى على إحسانهم أولا فيجعلهم في الدنيا حسنة وحسنة الدنيا هي ما يعني الخير فيها الذي يعطيه الله تبارك وتعالى المؤمن وأعظم ما يعطيه الله تبارك وتعالى المؤمن طبية القلب ورضى النفس وثباته على الحق ثم يعني حسنة الدنيا مما يعطيه من أن يمنى الله تبارك وتعالى عليه بصحة بعافية برزق واسع غير ذلك من حسنة الدنيا كل ما هو من خير الدنيا يشمل هذه الحسنة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة معجلة له في هذه الدنيا ثم قال جل وعلا وأرض الله واسعة هذا توجيه من الله تبارك وتعالى أن أرضه واسعة فمن ضيق عليه أن يقوم بدينه في أرض وأرهقه الكفار ولا يستطيع أن يعني يؤدي ويقيم دين الله تبارك وتعالى في هذه أرض فعليه أن يرحل منها إلى غيرها ثم قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالذين تشتد عليهم الحال ويهجرون ويؤذون ويصبرون على ما يكونون فيه من البلاء فهؤلاء يوفيهم الله تبارك وتعالى أجرهم يعني في الآخرة بغير حساب يعني بغير عد لا يعد لهم الله تبارك وتعالى الحسنات عدا كما يكون لكل عمل يعني مجموعة من الحسنات لا هذا يعطون حسنات بغير عد من الله تبارك وتعالى جزاء على صبرهم على ما نالهم في هذه الدنيا من الأذن فيخبر سبحانه وتعالى أن هذا يعني هذا حال المؤمن هذا حال المؤمن له البشرى في هذه الدنيا فإما أن يحسن الله تبارك وتعالى إليه ويعطيه حسنة في هذه الدنيا بتوسيع رزقه ومده وصحة بدنه وما يعطيه الله تبارك وتعالى وهذه تكون من الثواب المعجل له في هذه الدنيا كما قال الله في إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فيؤتى حسنة في هذه الدنيا وإما إذا كان في شدة ومحنة وكرب وإخراج من الأهل والأموال وكما كان حال المهاجرين فقراء المهاجرين من المصرعفين من المسلمين فهؤلاء أولا أو أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يجعلوا دينهم هو الأساس فيهاجروا به ثم إنهم الذي صبروا عليه في هذه الدنيا إذا ما نالوا حسنة هذه الدنيا الحسنة في هذه الدنيا فيوفيهم الله تبارك وتعالى أجرهم في الآخرة على صبرهم في هذه الدنيا صبرهم على الإيمان وعلى البلاء الذي ابتلوا به في الدنيا هناك أجر بغير حساب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ثم قال جل وعلا قل توجيه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص صلى الله عليه الدين هذا بالنسبة إليه هذا بالنسبة إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كأنه إضراب عنهم إلى بيان ما هو هذا القدوة والأسوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ما هو المأمور به من الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قبلكم وقبل كل أحد قل إني أمرت والذي أمره هو الله تبارك وتعالى هذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن أعبد الله مخلصا له الدين العبادة بكل معانيها الذل والخضوع والطاعة والإنابة أعبد الله حال كوني مخلصا له الدين الإخلاص يعني لا أعبد غيره لا أعبد غيره سبحانه وتعالى بكل معاني العبادة وأعلى العبادة وأشرفه هو الدعاء كما قال النبي الدعاء هو العبادة فالدعاء دعاء الله تبارك وتعالى أن لا يدعى إلا هو أن لا يطلب إلا منه سواء كان بجلب الخير أو بدفع الضر كله إلا منه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك فروع العبادة الكثيرة أقوال وأفعال وأعمال بدنية ومالية وقلبية كلها داخل في معنى العبادة هذه كلها أن أجعلها لله تبارك وتعالى أن أعبد الله حال كوني مخلصا له الدين يعني خضوعي وتسليمي له سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين أمرت كذلك والأمر من الله تبارك وتعالى لأن أكون أول المسلمين أولهم أسبقهم وكذلك أسبقهم يعني زمانا فهو أول هذه الأمة وكذلك أسبقهم عملا وحالا فيكون هو المقدم في كل شيء صلوات الله والسلام عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مقدم المسلمين في كل شيء فلا يوجد باب من أبواب الخير إلا والنبي في أعلاه صلوات الله والسلام عليه في الشجاعة في الإيمان في التوكل في الصبر في اليقين في انفاق المال في سبيل الله في الزهد عن هذه الدنيا في الجهاد فهو مقدم المسلمين كلهم في الجهاد والنبي يقول والذي نفسه محمد بيده يعني ما وددت أنا تخلف عن سرية تقاتل في سبيل الله قط يقول ما يعني أتمنى ألا أتخلف عن سرية تقاتل في سرية من الجيش وإنما قطعة من الجيش تخرج يكون النبي قارج معها صلوات الله والسلام عليه طبعا كل جيوش المسلمين كل حروبهم النبي خرج فيها صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عن جيش قط صلى الله وسلم ويقول ما تخلف عن سرية ولكن يعني فيه يقول في المسلمين من لا يعني من لا أجده ظهرا فأحملهم عليه وأشق عليهم أن يتخلفوا عني ففي كل الأمور في كل الأمور هو أتقى العباد لله تبارك وتعالى وأعلاهم منزلة وأقواهم في عبادة الرب تبارك وتعالى ففي صومه في صلاته في قيامه في في كل أعماله قد كان أول المسلمين يعني أسبقهم وأعلاهم منزلة وهو أتقاهم صلوات الله والسلام عليه قل إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هو مع ذلك هذا شعوره وهو حاذه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أخاف عذاب اليوم العظيم إن عصيت الله تبارك وتعالى فقد أمرت بطاعته والذي يحمله النبي هو مخافة الله تبارك وتعالى أنه إن عصاه فهذا يعذب في يوم عظيم عذاب يوم عظيم يوم القيامة وقل الله أعبد مخلصا له الدين قل لهم الله لا غيره سبحانه وتعالى أعبد مش أعبد الله الله أعبد يعني أعبد الله ولا أعبد غيره مخلصا له ديني جاعلا ديني كله وخضوعي كله وعبادتي كلها لله تبارك وتعالى فعبدوا ما شئتم من دونه أنتم تريدون أن تعبدوا ما تشاءون من دونه فهذا أفعلوه لكن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى به رسوله قد بينه الله تبارك وتعالى في آيات أخرى بأن الله لا يرضى من عباده وقد أنذر كل رسله أنهم يعبدوه وحده لا شريكنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون أن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وأخبره كذلك سبحانه وتعالى أنه بمخالفة الأمر ولو صغير يعاقب عليه ولو كان أمرا صغيرا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممال ثم لا تجد لك علينا نصيرا فهنا يخبرهم الله تبارك وتعالى بأن هذا حاله التي أمر بها مع الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فإذا كان هذا حال النبي حال النبي والرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى للعناس فما بال غيره فما بال غيره لا شك أنه إن عصى الله تبارك وتعالى وأشرك بالله وكفر بالله تبارك وتعالى فلا يتوقعن ولا ينتظرن من الله تبارك وتعالى إلا العقوبة الشديدة فإن الله لا يرضى من رسوله رسوله الذي أرسل لا يرضى منه إلا هذا قال فاعبدوا ما شئتم من دونه يعني أن هذا هو طريقي وهذا هو صراطي وهذا الذي أدين الله تبارك وتعالى وأعمل به فاعبدوا ما شئتم من دونه ليس أمرا بالإباحة وأن يفعلوا وإنما هنا يعني أمر بالتهديد وإنما هو يعني أمر لهم لكن ليعلموا ما ترتب على هذا الأمر فاعبدوا ما شئتم من دونه لكن اعلموا هذا قل لهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة يعني أن من عبد غير الله تبارك وتعالى من اختار أن يعبد شيئا له غير الله تبارك وتعالى فليعلم أنه من الخاسرين والخسران يوم القيامة خسران لا خسران له لا مثيل له من أي خسرة في الدنيا قل إن الخاسرين يعني حقا وصدقا خسرين على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين خسروا أنفسهم لأنه ألقاها في النار فإلا هي مرتاحة نفسه لا مرتاحة بحياة تريحها ولا مرتاحة بموت تستريح منه بل هي معذبة عذابا مستمرا عياذا بالله وبهذا خسر نفسه خسر نفسه أولا بأن أوردها النار فتظل في هذا العذاب المستمر وأهليهم خسر أهله فإن كانوا معه في النار فلا يفيدونه ويكون غمه يعني وحزنه أشد وإن كانوا في الجنة فقد خسرهم كذلك قطعت الصلة بينهم وبينه ولا يفيدونه بشيء لا يذرفون عليه دمعة فلا يذرفون دمعة عليه يتركونه خلاص قطعت الصلة بينه وبينه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام ألا ذلك هو الخسران المبين هذا هو الخسران البين الواضح الذي لا خسران مثله ممكن الإنسان في هذه الدنيا يخسر شيء من منافعها ومن خيراتها يخسر شيء من ماله يخسر شيء من أولاده ومتلو عزيز يخسر شيء من صحته ويبقى شيء لكن تبقى مهما كان هذا الخسران يعني هو خسارة جزئية ولكن أن يخسر الإنسان نفسه كلها فيردها النار على هذا النحو وتبقى معذبة ويخسر أهله كلهم ويخسر ماله ولا يبقى له شيء ويبقى فقط لا كسب نفسا ولا أهلا ولا مالا هذه هو الخسران الذي لا خسران أبيا منه ولا أوضح منه ثم ذكر الله تبارك وتعالى بأن صفة هذا الخسران قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم لهؤلاء الذين خسروا أنفسهم هؤلاء الذين دخلوا النار لهم من فوقهم ظلل من النار طبقات الظلة طبقة تظلهم يعني أنها كسف فوق رؤوسهم عياذا بالله فنار فوق نار فوق نار كسف من النار فوق كسف فوق كسف ومن تحتهم ظلل كذلك طبقات أيضا من النار من تحتهم عياذا بالله فهو في وسط هذه النار في طبقات فوقه وطبقات منها تحته عياذا بالله وهو مع ذلك باق لا يموت يعذب بكل هذه النار والتي تأتيه من كل ما حوله والتي تكون طبقات على هذا النحو ويعني فراش كذلك طبقات على هذا النحو وهو باق فيه لا يموت فهذا أشر حال يمكن أن يعني يتخيل ويتصور وهو واقع لا شك فيه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ثم قال جل وعلا ذلك يخوف الله به عباده ذلك هذا الأمر الحق الكائن الذي لا شك فيه يخوف الله به عباده في هذه الدنيا قل لهم خافوه يا عبادي فاتقون يا عبادي يا أيها الناس يا عباد الله تبارك وتعالى لكل العباد كل الخلق وكل الخلق عباد الله فاتقون خافون هذا تحذير من الله تبارك وتعالى الله يقول لهم هذا أمر كائن وموجود ولا بد أن يقع على النحو الذي يخبركم الله تبارك وتعالى به والله يخوفكم به هنا في هذه الحياة يعني احذروا يحذركم منه ويخوفكم منه أنه كائن فاتقون لأن هذه عقوبة الرمد هكذا يصنع الله تبارك وتعالى بأعدائه انظروا هذه الصورة هذه صورة عقوبته سبحانه وتعالى فليس يعني العقوبة كما هو معهود عند الناس من عقوبة الدنيا إن إنسان يحبس في السجن يضرب بعصى يعلق من رجل يحرق بشيء من النار كل هذه إذا ذكر كل ما يعذب به الإنسان في هذه الدنيا يبقى شيء تافه وقليل جدا بالنسبة إلى ما هو يعني كائن في الآخرة من عقوبة الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يا عبادي فاتقون هذا حال هؤلاء الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وعبدوا من دون الله ما شاءوا غير الله قال فاعبدوا ما شئتم من دونه لكن انظروا ماذا سيترتب على عبادتكم غير الله تبارك وتعالى ثم قال الله عز وجل في بيان أهل توحيد الله قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت اجتنبوها يعني جعلوها بجنبهم تعدوا عنها الطاغوت من الطغيان يعني كل يعني طاغي وطاغية والطاغوت لا شك أنه كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ودعا الناس إلى عبادة نفسه وأمر بعبادة غير الله تبارك وتعالى فهل طاغوت تجاوز حده كل ما تجاوز الإنسان به حده من صنم من حجر من شيء واتخذ إلى أن يعبد مع الله تبارك وتعالى فهذا من الطغيان لأن الله تبارك وتعالى ما جعل لأحد أن يعبد من دونه لا لملائكته ولا لأنبيائه ولا لرسله ولا لهذا الخلق سماواته أرضه شمسه قمره إنسان حجر ما جعل الله تبارك وتعالى شيء من هذه الأشياء مستحق للعبادة فالله تبارك وتعالى هو الذي يستحق وحده العبادة سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى فكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى كل ما جاوز به العبد حده واعتقد أنه يستحق العبادة فهذه هي طواغت ورأس هؤلاء الطواغت فهذه الأصنام هذه الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى هذه طواغت وكل من دعا فرد دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا طاغت قال الناس عبدوني مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى أو قال يعني لا أحل ولا أحرم ما أحله لكم هو الحلال ما أحرمه عليكم هو الحرام ما أريكم إلا ما أرى كما كان يقول فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وأن هذا هو الطريق فهذا الطغيان ذهب إلى فرعون إنه طاغى طغى بهذا بأن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإلا أن ما أشرع لهم هو الخير وما يدلهم عليه هو الخير الذي لا خير سوى فالذين اجتربوا الطاغوت أن يعبدوها أن يعبدوا هذه يعني الطاغوت وأنابوا إلى الله رجعوا إليه والتجعوا إليه سبحانه وتعالى وجعلوا عبادتهم له وحده لا لغيره لهم البشر لهم البشر من الله تبارك وتعالى والبشر هي الإخبار بما يسر يعني لهم الخبر السار فبشر عباد فبشر عباد بشرهم أمر من الله تبارك وتعالى الرسول أن يبشر عباد الله تبارك وتعالى الذين عبدوه وحده لا شريك له واجتنبوا يعني طريق الطاغوت فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول أي قول جنس القول فيتبعون أحسن هذه من كمال عقولهم من كمال عقولهم أنهم كل قول إنما يتبعون يعني أحسن القول جنس القول ولا شك أن أحسن القول هو كلام الله تبارك وتعالى فلا كلام أحسن من كلام الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تخشعره منه جلود الذين أخشعون ربهم ثم كلام رسوله صلوات الله والسلام عليه هذا هو القول الحسن لأن النبي لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا صلوات الله والسلام عليه وما انتق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ثم كل قول يقال فهؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى إنما يتبعون أحسنه لهم عقول وافرة لهم يعني الباب فعند ذلك أي قول يقال فإنهم يتبعون أحسن القول فلذلك هم متبعون لقول الله تبارك وتعالى لقول رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو القول الحسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هؤلاء أهل العقول يعني الناضجة الطيبة الفاهمة هؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى اتباع أحسن القول وأولئك هم أولو الألباب حدلهم أهل العقول وأولئك هم أولو الألباب الذين يميزون يعني فيما يقال لهم بين الحق بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ بين ما ينفع وما لا ينفع ما ينفع وما يضر وبالتالي من أجل هذا اتبعوا طريق الرب تبارك وتعالى لأن كلام الله تبارك وتعالى هو أحسن حديث وكان النبي ديما يقول فإن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو هؤلاء اتبعوا طريق الرب تبارك وتعالى لأن هذا أحسن كلام فأولئك الذين هداهم الله إلى اتباع القول الحسن وأولئك هم أولو الألباب أولئك هم أهل العقول وبشراهم جاءت من الله تبارك وتعالى بشرة كثيرة يبشرون بهذا القرآن بالبشرات العظيمة التي جاءت في هذا القرآن كما مضى بأنهم سيحيهم الله تبارك وتعالى الحياة الطيبة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فيبشرهم الله تبارك وتعالى بحسنة الدنيا ثم بما يقول إليه الأمر بعد ذلك من النعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى والبشارات تأتيهم في أوقات كثيرة منها على ألسنة الرسل منها البشارة تأتيهم بها الملائكة عند الموت كما قال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله سم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة أي عند الموت لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أسأل الله تبارك وتعالى أن أجعلنا من هؤلاء استغفروا الله لي ولكم كل ذلك وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر